محرك ذو ثمانية استوانات تنتقل فيه الحركة من الكرب الفيلا إلى النوكين فيلا عن طريق الاشتوية كيتا أو السلسلة أو ما يسمى محليا بالزنجيل أو وقشاط الصدر هذا المحرك عبارة عن موديل يمكنك تقسيم قطعه بالكامل وشدها وتركيبها وعن طريقه يمكنك فهم آلية عمل المحرك ومعرفة قطعه وتركيبها بنفسك وهو وسيلة تسلية جيدة جدا لأطفالك تنمي لهم مواهبهم وتزيد من معرفتهم أنصح الأهل باقتناء هكذا وسائل تعليمية بدلا من ألعاب الفيديو كالبلاي ستيشن والإكس بوكس وغير ذلك قناة الحياة مختلف محورة مع بشار على اليوتيوب